بناتك محبوسين حبس انفراضي مفيش شمس مفيش دوق مفيش أمر مفيش شارع أنا بنات إما رحت البلد ضربوني سحلوني سحلوني البنات خلاص خدوهم من تحت رجلي من العصر لغاية العيشة وأنا بستغيس أنا وإخواتي ضربي ضربي رجالة مفيش حرم ضربتنا كل رجالات يضربوني ليه طبعا أنا كنت في نصيبة أن أمي والدتي توفت لقيت نفسي وقعت في اتنين نصيبة مش واحدة بنتي بقت تستغيس بيا وتصوت ويا مامي وتعلي خودينا وأنا معايا أدلب دا كله موسيقى 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 أنا تغريد من الشرقية في أوص عندي 33 سنة أنا قوم لثلاث بنات وطالقي خد مني الثلاث بنات أنا بناتي ما ينفعوش يحيشوا في بيت كله أعاقة بملاينا على إله أعاقة أني مامتهم مطلقة تلاث سلاف زي كده يعني سلفتي الكبيرة وأنا الوسطينية وفي سلفة تانية أصغر مني يعني بيتهم أصلا كله خربان وبيت فاشل أنا بناتي عايشين عيشة كويسة ما ينفعش يعيشوا أصلا في المكان اللي هم فيها دي خالص نهائي طيب ماما جت أنا مطلقة لتسع سنين أنا عادت ست سنين مطلقة وجيت عادت ست سنين مطلقة ما إيجا لي واحد ابن أكويس وابن حلال وفاتي بي اسمحلي زي صروف وفاتي بي طيب إما جت جات ماما أنا جيت اتجوزتي حضرنا أصبحت تنعلق لها ماما طيب ماما ماما بقى 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 11 شهر متوفية أنا اتفاجئت زينا الخبر على موت ماما الساعة اتنين الضهر كان دفنناها بعد المغرب بعد العيشة بعدها كده بشوية لقيت اتفاجئت ان البنات مش موجودين في الميتم خالص التلاتة طبعا أنا كنت في نصيبة ان أمي والدتي توفت لقيت نفسي وقعت في اتنين نصيبة طيب أنا رحت البنتي بقى تستغيث بي وتصوت ويا مامي وتعلي خودينا وأنا معي أدلة بدا كله وبتعيط هاتي بعدين ايه رحت جاية رايحة البلد عندهم يعني أنا رحت بما بنتي استغيثت بي رحت بلدهم أول ما دخلت أنا عايزة بناتي لا مش هتطلع بالبنات لا دي الولا مساكني ضربني طليقي ده ضربني وعلى بياد البلد كلها لا أمم بش كفاكده بول حطت حباية الغلة في بقى عشان البلد تهيج علي إجاد رجالة كلها تضربني أنا وإخوتي بنات مش كان معي أنا رجال احنا قفين بالعربية واحنا بنقول له هاتي البنات ومش كان معانا خلاص راجل يعني أنا رح أقذيك لي أنا عمري مش للدرجات إن أنا أقذيك ولا أقذي حياتي ولا حيات بناتي يروح عشان خطرك أنت طيب أنت أنت أب فاشل إزاي أنت لو أب حناي إزاي تحرم بناتي من الدراسة من الامتحانات والمدرسة سنة ستة وسنة ربعة وسنة تالتة في شرع مين وفي حق مين إن ثلاث بنات ما يخشوش المدرسة ولا الامتحانات ولا يمرص حياتهم الطبعية محبوسين ليه حبسهم ليه تجنع عليهم وإنت تاخد ثلاث بنات وتجنع عليهم كده أنا اطلقت بالفعل من زوجي لإني بناتي أنا عارفة بناتي هيتدمروا إن أنا بناتي أصلا ما يقدرش يبعدوا عني ثانية أنا عارفة البنات طبعهم وكل الدنيا عارفة إن بناتي أنا شقيانة عليهم طيب إنت لو أب كويس كنت لو عارف مصلحة البنات وعارف أكبر مصلحة إن البنات مع أموهم إني خاصة عليه إن أنا أخدهم وربي وأشيلوا وحط أنا شيلت الجمل بمحمل مش هتيجي تاخدوا مني على الجهز أبدا لو آخر يوم في عمر إيه اللي عارف حبيتك أنا راحة بشهم أنا بسأل كل يوم أنا بسأل بسأل كل يوم من بلده بيقولولي بناتك محبوسين حبس انفرادي انفرادي ما فيش شمس ما فيش دوق ما فيش أمر ما بشوفش شارع يعني في حق يمين وفترة يمين ده رحت بالقوة الجابرية مرتين الخطارة يقول ل الظابط اللي معايا البنات معاها مش معايا يعني رحت للقوة الجابرية مرتين يقول البنات مش معايا البنات معاها هي مش معايا أنا انت بتلاعب مين الحكومة بتلاعب ام بمشاعرها والست الظلمة اللي طلقت ثلاث سلايف دول انا بنتي سيلفي الصغيرة رحمة الله عليها توفت امها كان سابعة زي كده مطلقة زي طلقوها توفت روحت قالولي مرهان بتموت يا رغضة مرهان بتموت تعالي هاتي مرهان عايزة تشوف بنات عموهم انا رفضت اتصلوا تاني انا رفضت لغاية بالليل انا رفضت لانا عارفهم غدرين بيخضروا بالواحد طيب انا حقيقة انا فاكرة ان هم فاكرة بيعوني فيه روحت السبح اخويا ايجا قاللي ده مرهان توفت رحمة الله عليها روحت انا واخدت ثلاث بنات ورحت هم غسلوا مرهان وكفنوها وحطوها مستنيني الثلاث بنات يشوفوا بنت عموهم المتوفية اللي ما ميتها اطلقت زي كده مستنيني انا رحت بالثلاث بنات يا ضبك خمس زي والبنت مرهان الله يرحمها رحت تلعت على المسجد على طول طيب انا احترمتك وجبت البنات وروحت المرهان الله يرحمها تاخدوا مني بنتي صغيرة تلاث سنين ما شوفهاش تبقى اسمع صوت بنتي واخد الكوة الجبرية كذا مرة وانزل الخطارة الولاي ويقولي انا هتبحها انا هتبحها ليه في شرع مين ده في شرع من انت مش عايش في الدنيا لوحدك انا عايشة في الدنيا باهلي وبعيالي ومش هسيب اهلي مش هسيب عيالي ثانية مش هسيبهم انت خليت عندي كل ما تعاند على فراء بناتي كل ما تعاند وهبيعي الدنيا عشان بناتي واستحيلها هسيبهم من قلب بيتهم بتاكل معهم وعيشوا ملحم من قلب بيتهم وسلفة من السلفة المتغيرة ان هي بعطتلي السور دي استنجدت استغيثت بيكم انا استغيثت بيكم انا بنات اما رحت البلد ضربوني سحلوني سحلوني البنات خلاص خدوهم من تحت رجلي من العصر لغاية العيشة وانا بستغيث انا واخواتي ضرب درب رجالة يقول انت تيجي تاخد البنات من قلب البلد كده احنا مش رجالة وانت رجل ما تمد ايدك على واحدة بثلاث بنات ورجل ما ابوهم شوفني وانا بنضرب من رجالة كلها يضربوني ويعروني وسحلوني والبنات في ايدي يا مامي ما تسيبناش يا مامي ما تسيبناش هي دي الرجول لما تخلي الغريب يمد ايده على ام بناتك ليه يامل الدرجات دي مفيش رحمة ولدين انا بستغيث بالناس وبستغيث بالدنيا كلها انا عاوزة بناتي مش هتنازل عن حقهم سنة مش هتنازل لاني دول ولية لأ اتواصلت مرة واحدة بس المرة اللي انا روحت فيها البلد مما بنتي بتستغيث بي مما بنتستغيث بي دلوقتي هم بيقولولي مش هتغيث بناتك الا ما تتنازل هو انا كل شوية قدم تنزلات اش مان انا اللي قدم تنزلاتنا على كل حق على النفقة طيب انا عمري ما طلبت منك ولا جنيه ولا عمر قلت لك هتنفقة ولا رفعت التليفون قلت لك بناتك محتاجين ده انت اصلا يعني بقيت ياتيم بالنسبة لهم وهم كل الدنيا عارفة كده عمر ما بعت حتى الظرفي فيه الف جنيه على البيت لبناتي عمر ما سأل لبنات وراهم درسوا مدارس خدي يعيني الوحدة لا مفيش الكلام ده وانا بصراحة مش كنت عايزة منه حاجة الحمد لله حلنا مصطور ومش عايزة منه حاجة بس اللي عايزاه مش كل ما بناتي يعيشوا يعيشة في سابع سماء ينزلهم لسابع أرض اني بنتي ما تاكلش ولا تشربش ولا عايشين عايشة ليه الظلم ده ليه الظلم يقع على ثلاث بنات زنبهم ايه في انت قبز فيش ليه الزنب زنبهم اني انت امراتك وامك واهلك وعيلتك كلها يعني ناس اعاك انا هي الست دي عمتي اخت ابوية اللي لفاني اللفة كبيرة دي عمتي اخت ابوية انت مش ترحميني ليه انت خلاص طلقتك كبيرة وانا لسه لموجودة في البيت وصغيرة طلقت انا لسه موجودة ليه تطلقيني انت طلقتين خلاص الله يسهل لكم والحمد لله رزقكم ان انتو طلقتوني انت جبتوا الناس لشبهكم طيب اما انتو طلقتوني عايزين من البناتي ليه 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 انا مربيهم وشأينا فيهم مش هسيبهم مش هسيبهم لبيت كله اعاق مش فيه سلفة من سلايف الادام موجودة فيه خالص لا 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 نهائي وخلي حدي من بلده كلها يقول البنت دي انا وصلت لها مبلغ بالشيء الفلاني لها لغاية البيت عن فرش عايزة بناتك نفس اللي حصل الان اتنزل عن فرش وفعلا لقدام البلد كلها اتنزلت انا عندي اتلعت البناتي قلت انا اللي كذبانا يعني اما ما اتنزلت عن كل حاجة وطلعت بالجلبية وشيبش بالطرحة قلت انا اللي كذبانا كذبانا البنات هو اللي خاصران فرشة ماهي منيش فرش النفقة دلوقتي مسوا مني وخفيني البنات على تحت تقطير الارض بسبب النفقة في شارع مني ان البنات اصلا انا دلوقتي كنت الاول ماما بتعني واهلي دلوقتي ماما توفت وخرب بيتي للمرة التانية وطلقت من جوزي عشان اجيب دم حضانة وجبت دم حضانة وانزلت بالكوة الجبرية تلت مرات تلت مرات انزلت بالكوة الجبرية الخطارة يقول البنات مش معي البنات معها هي ايامنا الدراجات دي جبروت مش خايف مني انا مش خايف من الحكومة مش هتسيبك الحكومة وهتجيبك اصبر بس انا بقول ربنا يحرق قلبي كل منعان الظالم على المظلوم ربنا يحرق كل قلب هناء وتغريد وامها بحق ما حرقوا قلبي بناتي هم علي انا قلبي مش محروق على بناتي بناتي اللي قلبهم محروق علي انا عارفة انا بالنسبة لبناتي ايه